ترجمة نانسي قنقر ومتاح الأسبوع فرصة توفير مساحة لتعزيز الحوار ما بين الثقافات واستعرضت هيئة البحرين للثقافة والأثار في الجناح المخصص للمملكة جوانب عديدة من تراث مملكة البحرين الثقافي غير المادي وعرفت الزوار الدوليين بغنى ثقافتها ومكانتها كمركز حضاري عبر التاريخ حصلت جمعية البحرين للفنون التشكيلية جائزة المركز التاسع في بنالي الهند مضيفة إنجازا جديدا إلى سجلها الحافل بالعطاء الفني وتسلمت جائزة نيابة عن الجمعية المصور محمد بو حسن والفنان نور الصيرفي حيث عبرها عن احتزازهما الكبير بتمثيل مملكة البحرين في هذا الحدث العالمي المرموق وقدمت مملكة البحرين عشر أعمال فنية لمجموعة من المصورين البحرينين تمحورت حول موضوع المرأة والطفل وإبراز العلاقة العاطفية العميقة بين الأم وطفلها ودور المرأة المحوري في التنشئة والتربية يختصر متحف البحرين الوطني ذاكرة مملكة البحرين وتاريخها العريق نظرا لما يحتويه من مجموعة واسعة غنية من التحف الأثرية التي تعكس تاريخ البلاد ويعتبر متحف البحرين الوطني من أرقى المتاحف في منطقة الخليج حيث يعد أحد الصروح الثقافية الشامخة في مملكة البحرين في ديسمبر عام 1988 تم افتتاح أكبر متحف في مملكة البحرين وهو متحف البحرين الوطني الذي يقع في المنامة بالقرب من المسرح الوطني هذا الصرح الثقافي يضم تسع قاعات عرض تغطي ستة آلاف عام من تاريخ وثقافة البلاد حيث يمكن للزوار مشاهدة آثار حضارة دلمون القديمة ومخطوطات قرآنية نادرة وأدوات حرفية تغليدية وعينات من الحياة الطبيعية في البحرين بالإضافة إلى آثار بحرية مثل السفن القديمة وأدوات الملاحة والهياكل العظمية للكائنات المنقرضة وقطعا ترتبط بأسلوب حياة الشعب في القدم مثل الأواني المنزلية والألبسة التغليدية والأدوات الزراعية كما يحتوي المتحف على قاعة محاضرات ومتجر هدايا ومقهن ومكاتب إدارية ومختبرات ترميم ومستودعات للمختنيات متحف البحرين الوطني يعتبر صرحا ثقافيا مميزا على أرض المملكة كما يعد أرقى المتاحف في منطقة الخليج ووجهة سياحية جذابة للمهتمين بالتعرف على تراث مملكة البحرين وفي المملكة العربية السعودية أطلقت هيئة الأفلام أعمال الدورة الثانية من مؤتمر النقل السينمائي الدولي في الرياض وذلك بحضور واسع من المهتمين والمتخصصين وصنع الأفلام وجمهور السينما وتقام الدورة الثانية من مؤتمر النقل السينمائي تحت عنوان الصوت في السينما ويبحث خلالها مختلف أفاق تأثير الصوت في تجربة الفيلم وأثره في صناعة السينما وذلك بجوانبه المختلفة التي تشمل الموسيقى التصويرية والمؤثرات الصوتية وأصوات الطبيعة كما ويبحث المؤتمر جانبا متعددة أو جوانب متعددة للسينما ويشارك فيه مجموعة كبيرة من المتخصصين أفكارهم ومرئياتهم عبر ندوات حوارية وعروض تقليمية إلى جانب عدد من الورش التدريبية وعروض الأفلام والأركان التفاعلية التي تتيح لكل محب للسينما والفنون الاستمتاع برحلة مثرية ترتقي بتجربة مشاهدة الفيلم للجميع وفي الجزائر انطلقت فعاليات النسخة السابعة والأشرين لصالون الجزائر الدولي للكتاب والذي يستمر حتى السادس عشر من شهر نوفمبر الحالي بمشاركة أكثر من ألف ناشر من أربعين دولة من بينهم مئتين وتسعين ناشرا جزائريا يعرضون أكثر من ثلاثين يأتي ألف عنوان وتقام الفعالية تحت شعار نقرأ لننتصر تزامنا مع احتفالات الجزائر بالذكرى السبعين لاندلاع ثورة أول نوفمبر وقد تم اختيار دولة قطر كضيف شرف لهذا العام ويتضمن البرنامج الثقافي والفكري عدة ندوات وسلسلة من الأمسيات الشعرية التي سيقدمها أسماء أدبية وفكرية من الجزائر وخارجها وسيتم من خلالها مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالأدب والتراث والتاريخ والسينما وغيرها الكثير